دكتور عايزة عرف انت ازاي ابتديتي من الاول خالص تركزي في موضوع علاقتك بالتغذية على السوشيال ميديا الاحتياج يعني هو ناس كتير جدا عندهم مفاهيم خاطئة لما بقعد مع البيشنت في العيادة او الحالة في العيادة بلاقي عنده مفاهيم خاطئة جبتها منين جبتها من السوشيال ميديا وانا من صغري بحب الاداء والتمثيل وكت لطيفة في التعبير يعني وانا صغيرة فالناس الكرول اللي حوالي قال لي تم تجرب يا دكتور قلت لهم لا ما يصحش وعيبه دكتورة وبتاعه لا جربي وقد كان يعني الواحد ابتدى والحمد لله بفضل الله ربنا اراد انه الموضوع ينتشر بالشكل ده اول فيديو عملتي فاكري فاكري جدا كنت في عيادتي القديمة وكنت بتكلم عن علاقة الزوج بالزوجة لانه دايما الزوج بيبقى ليه امباكت او تأثير قوي جدا مع الزوجة في موضوع الديد ده والتخصيص يعني هو بيبقى يا اما دافع كويس يا اما دافع شرير فكنت بحاول اوجه رسالة انه يتكون دعم يا اما تسيبني اشتغل مع الحالة علشان اعرف اوصل لانه الستات بيتأثروا جدا نفسيا بالعلاقة الانسانية قصة مع الزوجة يعني ممكن اسألك سؤال انت اصدق ان هو مثلا بيحب يأكل بالليل فهي بتأكل معاه ولا اصدق ان هو منكد عليها فهي عايش تأكل زيادة نقول عادي اقولي لا هو اول حاجة لو هو اللي دفاعها ان هي تخص الطريقة بقى اللي بيدفعها ان هي تخص بيها عاملة ازاي يعني لو هي حاجة بحاجة يعني شياكة وايجابية وانتي صحتك وبتاع بيتبقى حاجة لطيفة لكن فيه سيدات بيقولي بعياته بالدموع علشان الضغط العصبي اللي الزوج بيعمله انا مش هاجبني شكلك وهو الى اخيره فده بيأثر جدا على رحلتي مع الحالة الحاجة التانية العادة طبعا يعني هو عادة بيبقى عايزها تخص واول ما تبدأ تشم نفسها وتنزل في الوزن شوية تلاقي عملي بقى الحلويات بقى والمغبوزات والاكل الفضيع اللي هي بتحبه يبدأ يجيبه السيكولوجية دي الواحد لسه بيحاول يدرسها ويفهمها يعني فكنت بوجه رسالة انه يعني اعمل واحد اتنين تلاتة عشان تساعدني انه الستات تخصي يعني ما ينفعش يبقى سبجكتي ما ينفعش ان انا حد يقولي يخصي او تخني فانا اسمع كلامه بسي احنا عندنا الموضوع طبي يعني حضرتك لازم يبقى عندك نوع من انواع الدراية انت تعوزي تتخني او تخصي الكتلة الدهنية المقبولة للسيدات لا تتعدى تلاتة وتلاتين في المية من توتل الوزن ليه بنقول كده لانه وانس الكتلة الدهنية زادت زادت معها جميع الامراض التي تتخيلها يعني دكتور حوقك ثانيا الكتلة الدهنية دي انا عرفها ازاي بطريقتين في طريقة عملية موجودة في عيادات التغذية والجمات وكده اللي هي بحاجة اسمها البايوالكتريكال امبيدنس او جهاز بنقف عليه عشان نعرف توزيع الجسمنا عاملة ازاي بس طبعا مش كل المركات بتبقى بتدينا نتائج اكيروت او دقيقة ولكن في طريقة تانية سهلة جدا ان حضرتك تكوني المقاس بتاع هدومك ما بيزتش لما يزيد هتلاقي انه في تكتل للدهون في مناطق معينة خصوصا منطقة البطن دي اخطر حتة هي دي الحتة اللي مرتبطة بجميع الامراض المرتبطة بمرض السمنة اللي هي بنسميها السمنة المركزية وعايز اقولك انه في فوق 300 مضاعفة او مرض ممكن يحصل نتيجة ان كتلتك الدهونية تعدت 33% واسواقها انواع كتير من السرطانات زي سرطان استادي فهي الفكرة انا حخص عشان صحتي وحخص عشان ابقى راضي عن نفسي عشان نفسي انا ساعات بتقل ساعات رجلي بتوجعني ساعات بحس ان انا مش بعمل الحاجات اللي انا كنت متعودة عاملها هو ده اللي يخليني ابدأ خس مش عشان حد بعينه ايا كان مين قال لي خسي او اتخان لانه سبحان الله الافكار مش شبه بعض انا بفكر بطريقة وبشوفك بطريقة وانتي بتفكري بطريقة وبتشوفي نفسك بطريقة فما ينفعش ابقى بعمل ده عشان ارديكي وده من اكبر اسباب فشل بضايت على فكر ان انا ببقى بخس عشان اردي فلان